عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتنموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان وذلك لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة أكد زيدان أنه تنفيذ لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وترجمت نتائج المعرض الإفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى زنبيا بإجمالي 24 مليون دولار وأكد رئيس الهيئة أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية وتحديد النصق تشغيلها يتم بشكل يستهدف تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء